الأخطر من كده وده بقى هنا أمر يخص النادي الأهلي هل الفكرة اللي أنا مثلا عبعت القايمة بتاعتي وهستنى نتاج المنتخب سواء منتخب مصر أو تونس أو مالي أو المغرب لأننا عندي كمال عامة محترفة بتلعب في تونس وبتلعب في مالي وبتلعب في المغرب فبالتالي هل هستنى نتاج المنتخبات دي عشان أتأكد أن المنتخبات دي إذا خرجت مثلا بعد دور التمانية فالعامة هتكون معامل أول فبراير لا هي الفكرة مش في توقيت المباريات دي إمتى أو المنتخب هيتكمل ولا هيتخرج احنا أكيد عايز المنتخبنا يكمل ليه النهائي يوم 6 فبراير لكن في نفس الوقت انت هتبقى مقبر في الإسبوع الأول من يناير تبعث قايمة نهائية بتلاتة وعشرين لعب فهل انت وقتالما تبعث القايمة هتبعث بقايمة اللعيبة اللي انت متأكد هيكون موجودين معاك ولا هتبعث قايمة بتلاتة وعشرين لعب وإيس فجأة تلاقي منهم سبعة تمانية عشرة مش موجودين لأن المنتخب مكمل لغاية آخر البطولة هي الأزمة بقى هنا مش الأزمة في معادل المباريات لا الأزمة في توقيت إرسال القايمة خد بالكو ان القايمة بترسل قبل موعد البطولة على الأقل بشهر أو أربعين يوم والقايمة بيتحدد من خلالها الأسماء الرسمية اللي بيتشارك في البطولة عندك تلاتة وعشرين لعب زائد خمسة احتياطي بسبب جائحة كورونا إذا لقدر الله لعب من الثلاثة وعشرين أصيب بكورونا ومش هيكمل البطولة بتدخل واحد من الخمسة لكن لازم تبعث القايمة الأساسية ثلاثة وعشرين لعب من ضمنهم ثلاثة حراس مرمى هل على عشر يناير أو الأسبوع الأول من يناير عشان هيكون الموضوع كله تحسم مش عارف هل الاتحاد الدولي ممكن يغير معلوماتي الاتحاد الدولي بالنسبة له المواعيد دي رسمية ونهائية ومتفق عليها من فترة ومش هيغيرها وقلتها للأسباب اللي انتم سمعتوها من شوية لأن عايز كأس الأم ما تكونش بنفس الرواج وبنفس طبعا القوة زي ما كانت بتتلاقي قبل كده واللعاب المحترف وأبرز النجوم بيلعبوش في البطولة دي عشان إرضاء بالتأكيد للأندية الأوروبية أنا بجيب لكم الآخر وبصراحة للاتحاد الدولي حط هذا المعاد بالنسبة لكأس العالم للأندية الفترة اللي فاتت قلنا الموعيد وزي ما وردتكم على الشاشة طبعا شكل الموعيد وإن التواريخ دي ومعندوش مشكلة لأن في النهاية كأس الأم الأفريقية البطولة اللي هو مسؤول عنها رقم واحد مش فرق مع أن معاد كأس العالم لأندية تكون في نفس توقيت كأس الأمم وحتى اللي جاني التفتيش اللي بتسافل للكاميرو اللي بتشوف الملاعب والإجراءات والكلام ده كله مثلا مثلا يعني لو قيمة فيها 15 اسم 10 من الفيفا و 5 من الاتحاد الأفريقي فبالتالي هي الفيفا مسؤولة مسؤولية كاملة عن كأس الأم الأفريقية فبالتالي مش عايزة تديها الزخم الكبير ومش عايزة تديها الأهمية الكبيرة وتبقى الاعتذارات جاية سواء من الأندية أو من اللعيبة هي ده أول ده الهدف وهي دي الرسالة من صحة حظنا زي ما قلت الأهلي جاي كأول مثال هيتطبق على هذه البطولة وهيشوفوا سعيدها بقى الأهلي هيتوافق زي ما على المنتخب نسيك كام وناخد كام ده هنشوفه خلال الساعات الجاية لكننا لدي أمل وأمل كبير جدا أن الإمارات العربية المتحدة عشان نجاح هذه البطولة يكون فيها زخم جماهير وحضور جماهير كبير أنه ممكن تكون شايفة الموعيد ممكن لا تناسبها وهيكون فيه اجتماعات خلال الساعات القادمة ممكن يكون بصيص من الأمل لكن إن شاء الله هنشوف خلال الساعات الجاية في ظل أنه فيه اجتماعات النهاردة وبكرة ما بين اللجنة المنظمة المحلية في الإمارات مع الاتحاد الدولي عشان نشوف الموعد النهائي وتواريخ المباريات وأيضا كمان التوقيت اللي هتلعب فيه المباريات فيه ملعبين هيتلعب فيهم كاس العالم للأنداء استاد محمد بن زايد وده استاد نادي الجزيرة الإماراتي الأهلي سبق ليه لعب مباراة الصوبر عليه وفيه ملعب مدينة تازايد وده ملعب كبير بيسعى لحوالي 45 ألف متفارج اللقاء الأول للأهلي هيكون مع مونتيري المكسيكي وطبعا الموعد المحدد ده سلفا هيكون 6 فبراير وموعد لقاء نصف النهائي هيكون 9 فبراير والمباراة النهائية وتحديد المركز الثالث والرابع يوم 12 فبراير في ختام المباراة طيب ده بالنسبة لكاس العالم الأندية وتضرب الموعيد كاس الأم الأفريقية الموقف في الرسم لها ايه؟ الاتحاد الدولي زي ما قلتلكم بيحاول يعمل ارتباك في المشهد والبطولة ما يكونش فيها زخم حضور النجوم الأفرقى في هذه البطولة سواء من الأندية الكبيرة في أفريقيا أو حتى اللعاب الأفرقى المحترفين الكبار في أوروبا لكن في نفس الوقت الاتحاد الكاميروني جاهز للرد على أي وسيلة إعلامية تطلع تقول أن البطولة هتتأجل بيطلع على طول ببيان رسمي يقول لك لأ أنا جاهز وهستضيف والنهاردة كان فيه بيان مهم جدا لوزير الرياضة الكاميرون قدامك وعلى الشاشة ده بيان لوزير الرياضة الكاميروني وهو في نفس الوقت رئيس اللجنة المنظمة المحلية لكاس الأمم أعلن أن بصفته مدير كمان المشروع لموقع المجمع الأوليمبي الرياضي ده الأستاذ اللي هيستضيف مباراة الافتتاح ما بين الكاميرون وبوركينة فاسو أعلن أن الملعب هيكون جاهز النهاردة بتاريخ السلساء 30 نوفمبر وكان الساعة 11 الصبح النهاردة كان فيه استقبال رسمي فيه الملعب لتجربة بعض الملحقات فيه ملعب المباراة وهيكون فيه حفل رسمي يوم الجمعة القادم 3 ديسمبر الساعة 11 صباحا عشان كل وسائل الإعلام تشوف بتاريخ 3 ديسمبر الساعة 11 الصبح مدى جهزية أستاذ الأوليمبي الاستاذ اللي هيكون عليه المباراة الافتتاحية بين الكاميرون وبوركينة فاسو إذن زي ما قلت لكم من شوية هو الاتحاد الدولي إيه اللي بيحصل الاتحاد الأفريقي موقفه إيه لكن الكاميرون جاهزة دايما ببيانات رسمية لأنها حريصة على أنها تصديف البطولة لأنها مش معقولة بعد خمس سنوات وهي بتجاهز للبطولة تيجي لأخر لحظة والناس تحاول تقول أن الكاميرون مش جاهزة الكاميرون بتثبت أنها جاهزة والاتحاد الدولي بيحاول يعمل ارتباك في المشهد حشان يثبت أن الكاميرون مش جاهزة والاتحاد الأفريقي بينتظر حتى اللحظات الأخيرة يشوف القرار النهائي إيه وزي ما قلت لكم الملفات كلها بتدور بنسبة 90% منين وإزاي لكن للأسف طبعا هيكون يعني داخل في الجزئية دي النادي الأهلي وأول مثال للأسف هيتطبع عليه الجزء ده وهما ساعتها يشوفوا بقى الموقف هيحصل إيه ما بين الأهلي ومنتخبنا الوطني لكن بالطبع منتخبنا الوطني بالنسبة لنا ده مهم جدا وهنشوف الساعات الجاية هتصفر عن إيه بعد ما الأهلي أعلم بالأمس إرسال خطابات رسمية لاتحاد الكورة للاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي وأنا بقول للأسف الاتحاد المصري للكرة القدم أنا مش شايف فيه أي تصريح أو كلمة أو بيان وكأن الموضوع لا يخصه ولا يخص نادي مصري بيشارك في بطولة زي دي وهو عارف من شهر وشهرين أن كأس العالم الأندية هيتلاعب في الفترة دي لكن محدش يهتم ومحدش فكر وكأن الناس فكرا أن منتخبنا الوطن هيخرج مبكرا ومش هيشارك بشكل قوي في كأس الأمم الإفريقية